بسم الله الرحمن الرحيم حلقتنا النهاردة هتكون عن حقن البلاستيك عملية حقن البلاستيك هي واحدة من أهم الطرق المستخدمة لتصنيع المنتجات البلاستيكية المختلفة زي مثلا الكراسي واللعب وابوات التغليف وادوات الطعام وطبعا مكعبات الليجو تخيل ان لعبة البلياردو كانت الحافز وراء تطوير عملية حقن البلاستيك؟ في القرن التسعتاشر قوار البلياردو كانت بتتصنع من العاج اللي بيتم الحصول عليه من الأفيال الأفريقية أفيال كتير تم قتلها وده طبعا شكل خطر لانقراض الأفيال وده اللي خلى الشركة المصنعة لقوار البلياردو انها تعرض جائزة كبيرة 3 مليون دولار لأي حد يقدم مادة بديلة للعاج الجائزة الكبيرة دي جذبت انتباه جون فيسلي هايت واللي يدر انه يطور نوع بلاستيك جديد لتصنيع قوار البلياردو والمادة الجديدة دي هي السيلولايد جون قام بتسجيل براءة اختراع لعملية تصنيع قوار البلياردو من السيلولايد ودي تعتبر هي أول براءة اختراع لعملية حقن البلاستيك للوهلة الأولى قد يبدو ان حقن البلاستيك عبارة عن عملية بسيطة البلاستيك المنصهر بيتم حقنه بداخل قالب البلاستيك بياخد شكل قالب وبعد ما بيبرد بيخرج كمنتج بلاستيك في الواقع عملية حقن البلاستيك مش بالبساطة دي فمكينة حقن البلاستيك بتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهم الحق والقالب والمجبس أو الانجيكشن يونيت والمود والكلامب بيتم تغذية حبيبات البلاستيك خلال الهوبر أو الأدوس إلى وحدة الحق أو الانجيكشن يونيت داخل وحدة الحقن بيقوم الليسكرو أو الفتيل بنقل الحبيبات إلى الأمام ملفات التسخين حوالين وحدة الحقن بتقوم بتسخين الحبيبات البلاستيكية لما حبيبات البلاستيك بتتحرك للأمام بوسطة الفتيل بتبدأ بالانسهار تدريجيا وعلى ما بتوصل لنهاية وحدة الحقن بتكون منصهرة بالكامل بنجرد تجميع كمية كافية من البلاستيك المنصهر أمام الفتيل بيتم دفعها للأمام زي مجبس الحقنة وفي خلال ثواني بيقوم الفتيل بحقن البلاستيك المنصهر في التجويف أو الجزء الفارغ من الآلب البلاستيك بينشف وبيتصلب في أقل من دقيقة وبيمفتح الآلب ويتم يخراج المنتج البلاستيكي وبعد كده بيقفل الآلب وتتقرر العملية يعني كل المنتجات البلاستيكية المصنوعة بطريقة الحقن بتبدأ بحبيبات بلاستيكية زي دي واللي بيكون قطرها بعض المليمترات والحبيبات دي ممكن خلطها مع كميات صغيرة من المواد الملونة أو خلطها مع البلاستيك المعاد تجويره وبعدين يدخله سوى على مكينة الحقن قبل منتصف القرن العشرين كانت مكينات الحقن بتعتمد على التسخين الخارجي فقط لصهر البلاستيك وبعد كده يقوم المجبس بحقن البلاستيك المنصهر بس لأن البلاستيك مش ناقل جيد للحرارة فدرجة الحرارة مش بتكون متساوية في المجبس فإما البلاستيك الموجود في الوسط مش بيكون منصهر تماما أو إن البلاستيك الموجود على الأطراف بيكون درجة حرارته عالية جدا وبالتالي بيتحرق والمنتج مش بيكون كويس والحل المشكلة دي تم استخدام السكرو أو الفتيل والفتيل ده بيعتبر هو أهم اختراع عمل صغيرة في صناعة البلاستيك في القرن العشرين في الماكينات القديمة اللي بتعتمد فقط على المجبس كان البلاستيك بيملى البرميل الاستواني بالكامل لكن زي ما وضحنا قبل كده درجة حرارة البلاستيك ما كانتش موحدة أو متجنسة باستخدام الفتيل تم التغلب على المشكلة دي بتلات طرق أولا في الماكينات الحديثة البلاستيك بيملى المساحة الموجودة حوالي عمود الفتيل فقط وبالتالي تم التخلص من البلاستيك البارد اللي كان موجود في الوسط واتبق المطبقة رقيقة من البلاستيك الساخن حوالي الفتيل ثانيا الفتيل بيحتوي على قنوات وإثناء دوران الفتيل البلاستيك المنصهر بينتقل خلال القنوات دي والقنوات دي كمان بتعمل على خلط البلاستيك وده لأن البلاستيك المنصهر بيبدأ بالدوران داخل القنوات دي وسالسا حركة الفتيل بالشكل ده بتسخن البلاستيك باستمرار والفتيل بيتم تصميمه بحيث ان حجم القنوات بيكون كبير في البداية وبعدين بتقله وبتكون صغيرة جدا في الآخر وده بيخلي الفتيل يضغط اكتر واكتر على البلاستيك وبالتالي بنتخلص من اي فقاعات هواء في البلاستيك وعملية الاحتكاج دي بتخلي البلاستيك سخن طول الوقت وللعلم فاكتر من 50% من الحرارة المطلوبة لتسخين البلاستيك بيتم تولدها من خلال عملية الاحتكاج دي والباقي بيجي من ملفات التسخين الخارجية وبالتالي فالبلاستيك المنصهر بيعدي من خلال الفتحات الموجودة في المجبس اللي في اخر الفتيل ولما الفراغ الموجود قدام المجبس بيطنيلي بيبدأ الفتيل بحرقة للامام علشان يحقن البلاستيك في الآلب تصميم المجبس بيحتوي على حلقة بالشكل ده واللي مش بتسمح للبلاستيك المنصهر انه يرجع لورا وده طبعا بيخلي البلاستيك يندفع في اتجاه الآلب في البداية بيكون فيه هوا جوى تجويف الآلب ولما بيتم حقن البلاستيك المنصهر الهوا بيخرج من الآلب وده من خلال بعض الفتحات الفتحات دي عبارة عن قناوات دقيقة موجودة في آلب الحق قطر القناوات دي بيكون صغير جدا أقل من 40 ميكرون طبعا لزوجة البلاستيك المنصهر بتكون عالية ومش بتسمح له انه يمر من القناوات الدقيقة دي بعد كده بيتم تبريد البلاستيك الموجود في الآلب من خلال مرور طيارا مياه بارد في قناوات مخصوصة للهدف ده موجودة فيه آلب الحق وبعد ما ينشف البلاستيك وهتصلب بيتم فتح الآلب محاولة فتح الآلب بتخلق فراغ بين البلاستيك وقدار الآلب والفراغ ده مش بيسمح بفتح الآلب وبيكون قوة شفطة قوية علشان نتغلب على قوة الشفطة القوية دي لازم يتم فتح الآلب ببطء جديد في الأول علشان نسمح بدخول شوية هوا نكسر بيها الفراغ ده وبمجرد دخول الهوا بنقدر نفتح الآلب بشكل أسهل وأسرع وبالطالي فالآلب بيتم فتحه على مرحلتين والمرحلة الأولى البطيئة مهمة جدا وإلا الآلب ممكن يتكسر وده تكلفته بتكون عالية جدا وفي بعض الأحيان إزالة المنتج البلاستيكي من الآلب بتكون صعبة وده لعن البلاستيك لما بيبرد بيحصل لهم كماش وبالتالي بيكون لازق في النصف الأساسي من الآلب وعشان كده بيتم إضافة أو درابيس قذفة مدمجة في الآلب واللي بتزق المنتج البلاستيكي بعيد عن الآلب نهايات الدرابيس دي بتكون مستوية مع النصف الأساسي من الآلب بس مش بتكون متوازنة بشكل مثالي وأحيانا بتنحرف شوية وبالتالي لو بصيت كويس هتلاقي علامات الدرابيس دي في المنتج البلاستيكي على سبيل المثال لو بصيت تحت الكرسي ده هتلاقي مجموعة من العلامات ولما المنتج البلاستيكي بيخرج من الآلب فن التشغيل بيقوم بإزالة الليسبرو أو بعض الأجزاء الزيادة اللي كانت بتوصل البلاستيك بين وحدة الحقن والآلب وعملية القطع دي غالبا بتتم بشكل يدوي وفي بعض الحالات بيتم حقن منتج واحد في الآلب وفي حالات تانية بيتم حقن أكتر من منتج في نفس الآلب وفي الحالات دي بيكون فيه رامرز أو شبكة من الممرات جوه الآلب بتوصل البلاستيك المنصهر من مكينة الحقن للآلب عادة بيكون فيه بوابة زويرة على شكل مستطيل بتربط بين شبكة الممرات دي وفجوات المنتج الموجودة في الآلب وهنا تقدر تشوف أجزاء الطيارة دي بما فيها قناة البلاستيك الرئيسية وشبكة الممرات الآلب الحقن دايما بتحتوي على جزئين على الأقل وبالتالي بيكون فيه خط بيتلاقى فيه البلاستيك المنصهر وهنا تقدر تشوف بوضوح خط التماسل اللي بيتلاقى عنده البلاستيك ولو أجزاء الآلب ما قفلتش بشكل صحيح القط دا بيكون واضح جدا وممكن يتسبب فيه مشكلة ويتم رفض المنتج واحدة من أهم التفاصيل لتصميم الآلب هي زوية خروج المنتج لو الزرية دي تسعين درجة هيكون صعب جدا خروج المنتج وهيفضل لازق في النصف الأساسي من الآلب وبرضه هيكون صعب إننا نكسر الفراغ لإن الهاية مش ممكن يدخل بسهولة بينما لو الزاوية دي أكبر بحاجة بسيطة خروج المنتج من الآلب هيكون أسهل بكتير لإن بمجرد خروج المنتج هنسمح بدخول الهوى لكسر الفراغ بسهولة أحد أروع منتجات حقن البلاستيك هو مكعبات الليجو هنا تقدر تشوف نقطة الحقن في المنتصف بسهولة بس دي بيتم تصنعها بدون أي زيادات لإنه بيتم تصنعها باستخدام هوت رونرز أو قنوات توصيل ساخنة وبالتالي البلاستيك الموجود بداخل فجوات الآلب بس هي اللي بتتصلب بينما ممرات التوصيل بتقدل سخنة والمنتج بيكون من غير زيادات طبعا النوع ده من الممرات الساخنة بيكون أغلى من الأنواع التانية اللي بتخرج مع المنتج وكالعادة برضو تقدر تشوف الويتمس ماركس أو علامات الدبابيس اللي بتخرج المنتج من الآلب وتقدر تلاحظ الدرافت عندي أو ميل زاية الخروج من الداخل واللي بيكون مختلف عن شكل المكعب من برة يعني لو قطعت مكعب الليجو من نصه هتلاحظ إن المكعب سميك من فوق ورفيع من تحت وده يخلي زاية الخروج ميلة وتسمح بخروج أسهل للمنتج أجزاء الآلب المستخدمة لصناعة مكعبات الليجو بيتم تصميمها بحيث يكون خط التماس أسفل المكعب وبالتالي بيكون خط التماس مداري تحت المكعب لو بصيت حواليك هتلاقي منتجات كتير بيتم تصنعها بطريقة الحق غالبا إنجاز اللي بتستخدمه علشان تتفرج على الفيديو ده بيتكون من أجزاء بلاستيكية مصنعة بطريقة الحق وممكن تلاقي علامات زي دي ودي بتدل على تاريخ إنتاج القطع دي وبالشكل ده يقدر المصنع أنه يراجع تاريخ تصنيع أي قطعة في حالة وجود عيب في المنتج عشان يعرف سبب العيب ده في النهاية حد أقول لكم أنه للأسف جون ريسلي ما أخدش جايزة التلاتة مليون دولار وده لأن السيلولويد ما كانش البديل المناسب لتصنيع قراط البلياردو إننا قدر أنه يكسب فلوس كتير من اتقار عملية حقن البلاستيك الاتقار اللي بيتم استخدامه لحد النهاردة بشكل واسع لإنتاج ملايين منتجات على مستوى العالم وده كان دبلاج لحلقة المهندس بيل هامك وشكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة